وصفت هيلين بأنها كانت أجمل مرأة عاشت على وجه الأرض وقيل أنها الوجه الذي تحركت من أجله آلاف السفن كان حصنها البديو سببا في حرب استمرت عشر سنوات ولقد أدى ذلك إلى موت أفضل الفرسان والأمراء حيث ذهب ضحية خيانتها آلاف الرجال وتعتبر هيلين أكثر مرأة في التاريخ تثبب حصنها في خراب مدمر على الشعوب فهل كانت هيلين ملكة مظلومة في إسبرطا أم لعوبا جلبت العارة لأهلها ومدينتها تعتبر الأساطير الإغريقية هيلين ابنة للإله زيوس حيث زار هذا الأخير والدتها ليدا رائعة الجمال في هيئة بجعة لينتج عن ذلك ولادة هيلين وأخيها بولوكس وطبعا فلقد كانت هذه الأخبار رتيادية أنذاك فكلما أرادت تلك الشعوب إعطاء شخصيات معينة نوعا من القداسها جعلت أصولها رجعة للآلهة تزوجت الأميرة الجميلة هيلين من ملاوس الذي كان قائدا كبيرا وكان أخا للملك القاسي أجمن إلا أنها لم تكن زوجة وفية حيث وقعت في عشق الأمير الوسيم باريس الذي كان من تروادة وقد أحسن زوجها استضافته إلا أن باريس في يوم رحيله أخذ هيلين معه على سفينته وأبحر كلاهما ناحية تروادة على السحل الغربي لتركيا الحالية ولذلك يرى بعض المؤرخين أن هيلين قد كانت زوجة عاهرة وأنها لم ترأي حرمة زوجها حيث خانته مع ضيفه وتسببت في حرب دامت عشر سنوات وأفنت البلاد والعباد حيث استشاط الإسبرتيون غضبا وقرروا الانتقام لمنلاوس الذي خانته زوجته مع أمير تروادة المعروف في القصة أن جيش إسبرتا حصل تروادة طويلا ثم انسحب بعد ذلك تاركا حصانا كبيرا كان معبئا بالفرسان ظن الترواديون أنهم انتصروا وسحبوا ذلك الحصان الكبير إلى داخل المدينة للاحتفال وفي تلك الليلة خرج الفرسان من الحصان ودخلوا المدينة وسيطروا عليها ليصبح مثال حصان تروادة معروفا عبر السنين ولقد تسببت هذه الحرب في مقتل أفضل الأمراء كما قضت على عدد كبير جدا من الأرواح وطبعا فلقد كان كل هذا بسبب خيانة امرأة أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو نتمنى أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوات قادمة تحياتي أنا فرداو صحفظ رشيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر